هلو? اهلا بيك اتفضل لي. اه سلام عليكم. عليكم السلام يا مرحبت الله وبركاته. اه مع حبيبتي الكروز يد مستندري. اهلا بيك. اه معي كنزي عندها ست شهور واسبوعية. صوتك بس بعيد شوية استأذنك تعالي صوتك شوية? كنزي عندي عندها ست شهور واسبوعية. اه. المفروض عندها الوزنة دلوقتي خمسة كيلو وتقريبا من ربع. كنت كلمت الدكتور قبل كده وقلت له ان هي عندها فجدون شهية وكده وعملت تحليل ومزرعة وعملت كل حاجة وروحت لكزا دكتور وقال لي وقالولي ان هي معندها الحاجة. ووزن الولادة كان قد ايه اموزيات? كان اثنين كيلو تمنمية. اثنين كيلو تمنمية? اه او اثنين كيلو تمنمية. اه او. انا دلوقتي مش عارفة ايه لها منظرها دلوقتي شكلها ما يدولش قبل ان هي عندها ست شهور. شكلها بغير جدا. والميزان ثابت ما بتحركش. يعني هي تقريبا في الوزن ده تقريبا ما هي من عندها اربع شهور الوزن ما بيزدش متين جرام. ملتمية جرام في الشهر. ترضع طبيعي ولا صناعي? بترضع طبيعي. وآآ دكتور كلها يعني نصحون انها لازم ادخل لها صناعي بس البنت رفضاها نهيئيا. من ست شهور بدأت بتأكليها حاجة مش كده? او انا بأكل من اربع شهور. بتأكلها ايه بقى? بأكلها ايه بقى 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 اي ابدا من هي عندها في التشوخ. بتاكلش واجبات الحبوب دي واجبات الحبوب اللي هي سيلة دي. اه. بتاكلهاش ولا برضو بتعملها باللبن الصناعي. اللي هي السريلت. اه مسأل. اه بعملها باللبن الصناعي. طيق شكرا. بعملها سريلت باللبن الصناعي. بعملها بعملها مهلابية وبعملها رز بلبن. احاول ادخل اللبن الصناعي اقدم اقدرش الاكل. طب اسمعينا بقى يا موزياد عشان اه دكتور متحد دلوقتي هيقولك انت ملغبطة الدوني. اسمعينا طيب. مفيش طفل بيقعد اربعة شهر يردع طبيعي ويردى ياخد صناعي. لا في برونا ولا في اكل. ام. يعني انا الحقيقة مستغرب جدا اللي يقولها ديها الصناعي بالعافية. عافية ايه? الناس فهم غلط. فهم ان الصناعي ده حاطين فيه سكر كده وعسل وحاجات جميلة او. ام. والطفل هيبقى حبه. اه. لنفسي اي ام تدوء اللبن الصناعي. تعرف قد ايه دا مملع. ومزرنا خطا موحش جدا. ام. اللي بياخده لانه ما اخدش اللي غيره هو من الاول. وعشان كده لما يبتدي ياكله على ستة اشهر سبعة اشهر بيحرن عالصناعي. وما يرداش ياخد كتير بس عشان ببرونا وتعود عليه. بياخده مرة مرتين. فهي مسرة تدي صناعي في الببرونا. وتعمل لها الاكل بالصناعي. كرايتها في عياتها وفي عشايتها وفي اكلها. يا ستة بعيدة عالصناعي. كفية عندك حتى لو عندك عشرين في المية. بنتك ستة شهر دلوقتي. تاكل الاكل تاكل. الاكل هو اللي يكبر. يا جماعة عندك حتى ستة شهر ما ينفعش لبن الام حتى لو انهارا او الصناعي انهارا. حاهم لك سمعت عن حد يقولك ما ترد ضحيء ما تأكليش لغاية سنة. لا. بيقولوا ما تأكلوش لغاية ستة شهر. لكن ما اقدرش يقول ما تأكلوش لغاية سنة. حتى لغاية الام كتير. اللي يكبر بعد ستة شهر هو الاكل وليس اللبن. ايا كان. ولا لبن ام ولا لبن الصناعي. يبقى ازا هي حتى لما بتعمل سيلي يا زوج بتحقوب تحطولها لبن الصناعي اللي تعموها وحش لها كراءة. فتبقى مش هتاكل برضو. ارحميها. مياه زد تعملولها على عصير بورتغان عصير بورتغان. اي حاجة دانية. ارمي اللبن الصناعي ده من فضلك. من بعد ستة شهر ممكن ندي منتجات الالبان بنتي تاكلها لكن ما شابهاش. طب ما تاكل زبادي. زبادي اللبن على النار بيتحاول لبرتينات سهلة الهضم. طعمه مقبول غير اللبن الصناعي خالص طبعا. فتاكل. تاكل وجبة حبوب كل يوم. عمليها على عصير. ايه اللبن الصناعي اللي هي مصر عليه. بتقول لك الدلب العافية. حاجة ايه. لطفلة. هتفهالك. هو فيه طفلة بيرضع طبيعي. بيرضع ياخد الببرونة. ولا التتينة حتى بيرضوش. العادة نصغر. وزكية. وفي ستة شهر فهمة كل حاجة. فأكلة عادة. انت عندك الحبوب دي. من ابعادي عن اللبن الصناعي بس هتأخلها. ايه طعمها حلو جدا. وانواع كتيرة جدا. وعندك فاكهة في الخلاط. ادربي ايه فاكهة في الخلاط. مع عدل فراولة والبنجة. طعمها حلو. حط عليها الحبوب. حط عليها زبادي. الزبادي حط عليه بسكوتين. اي بسكوت عادي سادة. وحط عليها موزايا في الخلاط. واضربيها وديها لها. اكل طعم حلو كويس هتأكل. لكن هي وشكلتها هي وبدها الصناعي. طبا. خناها في الصناعي دا.